نرجع لمصر ونشوف شؤوننا هنا في مصر مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري بيأكد إن القضاء المشرفين على الانتخابات وصلوا للمحافظات اللي هيشرفوا فيها على الانتخابات سلام وأوراق الانتخاب من رؤساء المحاكم الابتدائية والمرشحين طبعا زي ما حضراتكم كلكم معارفين هو المرشح عبدالفتاح السيسي رمز النجمة المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس والدكتور عبدالسلد يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة والمرشح عازم عمر رمز السلم وقال انتخابات الرئاسة 24 هتبقى أيام 10 و11 و12 ديسمبر بكرة وبعده وبعده يوم 13 هينتهي الفرز ويبعثوا المحاضر للجان العامة والنتيجة هتظهر يوم 18 اللجانة الفرعية 11631 لجنة جوا 9376 مركز انتخابي ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بيشرف على الانتخابات 15 ألف قاضي وعملية فرز أصوات الناخبين هتكون جوا اللجانة الفرعية في نهاية اليوم التالت اللي مش هنقفل وهنفضل مكملين الهيئة الوطنية كانت حريصة وهي بتختار مقر اللجانة الانتخاب الفرعية اني بقى فيها متطلبات متراعية لكبار السن وذوي الإعاقة عشان الدنيا تبقى أيصر عليهم وحطت إرشادات مكتوبة في لجانة الاختراع للي عندهم إعاقة سماعية واعتمدت بطاقات التصويت بطريقة بريل للناخبين المكفوفين الوطنية الانتخابات خطبت البعثات الدبلوماسية في مصر السفارات يعني عشان يتابعوا العملية الانتخابية في 24 سفارة قدمت وتسجل 67 دبلوماسي عشان يبقوا متابعين تم اعتماد 14 منظمة دولية هتشارك في المتابعة صدرت تصريح لـ 22 متابع وتسجلت 62 منظمة مجتمع مدني محلية وصدرت تصريح لـ 22340 متابع لها المتابعة الإعلامية للانتخابات 528 متابع دولي من أو بيمثلوا 115 وسيلة إعلامية و70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية وصدرت التصريح لـ 4218 صحفي وإعلامي لها في لجان الوافدين والمختاربين في المحافظات دي هتشمل المناطق الصناعية السياحية الأماكن اللي فيها تجمعات مختاربين عشان كل الناس تشارك حتى لو برى موطنهم الانتخابي المستشار أحمد بنداري قال الهيئة فعالت خط التطريب شاملة للي ما سبقش ليهم إنهم يشاركوا في العملية الانتخابية من الموظفين والمشرفين يعني فبيتم تطريب الموظفين بتوع المحاكم على النظم الإلكترونية عشان يتحقق مبدأ الشفافية والنزاهة كوفي كانكم ده رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية لـ 20-24 رئيس اتلاف النزاهة الدولية بيطالب الشعب المصري إنه هو يشارك في الانتخابات وقال مصر حريصة إنها تعمل انتخابات رئاسية بكل الشفافية وبتفزل جهدها ووفرت المساحة الحرة الكاملة في الترش